هل نجحت عميركا بوضع إيران تحت مسمى حتمية الرد وبالتالي ربما تنقاذ إيران إلى ردود أفعال ربما انفعالية قد تسبب بخسار أو ربما بردود أكسية قد تؤثر على الوضع العسكري الإيراني أو ربما هل نجحت إيران باستثمار الحكمة والصبر وميزان الأمور بميزانها الحقيقة وبالتالي أجلت الرد في كل هذه الفترة ثم قامت برد محسوب ومدروس ومحسوب النتاج لأن حتما أن كان هناك رد قاسي ربما ستكون هناك ردود أفعال فعالية أمريكية أو ربما إسرائيلية أو ربما أمريكية إسرائيلية حد سواء على المصالح الإيرانية بالمنطقة أو أيضا على إيران الذي وضعها الاقتصادي ووضعها العسكري ووضعها السياسي غير مستعد لاستقبال ضربة ربما تكون قاسية وهذه ضربة قد تشعل فتيل فتنة بالشارع الإيراني على اعتبار أنه وضع السياسي الإيراني نتيجة الحصار والضغوطات الأمريكية طول هذه الفترة يعني هناك ربما توتر بالشارع الإيراني لذلك قول الضربة جاءت وانطلقت طائرات مسيرة وكذلك قبل ساعة تقريبا من هذا الوقت انطلقت صواريخ كروس من حمدان باتجاه إسرائيل وهناك معلومات تشير على أنه بحدود أو أكثر تقريبا من 100 صاروخ انطلقت وربما هذه الأهداف ربما ستكون أو ربما هذه الأسلحة ربما ستكون باتجاه أهداف قد تكون مؤثرة وتسبب ربما بعض الحرج أو بعض الخسائر والإصابات إلى الكيان الصهوني وربما إلى المصالح الأمريكية لكن أنا بحساباتي إن كان هناك فعلا ستكون خسائر وخسائر ربما تؤثر على الجانب العسكري لن تسكت لا أمريكا ولا إسرائيل وحتما ستكون هناك ردود أفعال وردود أفعال غير الفعالية بل ستكون هناك ردود أفعال متزنة ومدروسة ومحسوبة لأن هناك قبل أكثر من ثلاثة سنوات كان تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي على أن هناك 65 ألف هدف إيراني موجود داخل الأراضي الإيرانية بالنسبة لكيان الصيوني مسقطة ومحددة وبالتالي دخل ضمن مشروع بنج الهداف فأعتقد هناك أهداف مبرمجة ومحددة وهناك أيضا أسلحة موجهة باتجاه أهداف ربما هي تعتبر أهداف ستراتيجية داخل جارة إيران لذلك نقول ربما الحرب ستأخذ ربما صدى أكبر ربما ساحة أكبر وربما تتوسع إن لم تكتفي إيران بهذه الضربة وتقبل أمريكا وإسرائيل هذا ضربة نتيجة ما قام به بالهجوم على السفارة أو ربما على القدصلية واستهداف بعض الشخصيات الدولوماسية داخل سوريا إن راضوة هي الحرب بالمناسبة من سنتين أصبحت الحرب الإيرانية الأمريكية هي حرب انتقائي أو ما تسمى حرب انتقاء الهداف هدف بهدف يعني معلومات استخباراتية مخابراتية تحدد أهداف سواء هداف ثابتة أو متحركة بالتالي تقوم أمريكا أو إسرائيل باستهداف هذه الهداف وبالمقابل تقوم إيران بالرد على هذا الاستهداف وهذه تسمى الحرب الانتقائية أو حرب انتقاء الهداف فإن توسعت ربما ستأخذ منحنة آخر وقد تذهب باتجاه الحرب الشاملة أو ربما الحرب الحدود المفتوحة وبتصوري أنها كعسكري وهذه على لساني ومن خلال منبركم الحرب لن تكون هناك حرب بتجاه إيران ما يسمى حرب الحدود المفتوحة لكن ربما تكون حرب شاملة نتيجة إذا توسعت هذه الضربة وربما أخذت بعد آخر ربما ستكون أهداف منتقات عن طريق الجو بالأسلحة الفاليستية أو بالصواريخ الموجهة أو ربما الطيران المسائرة أو الطيران المقاتل إن توسعت هذه الرقم اشتركوا في القناة